السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت 3 حزاران يونيو القمر اليوم موجود بالعقرب في ساعات الصباح بدو ينتقل برج القوس القمر الآن موجود زي ما حكينا في برج العقرب في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و24 دقيقة من ظهر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته بظل في عنا نوع من أنواع التطرف في تصرفاتنا لغاية ساعات الصباح يام نحبه بشدة يام نكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأ ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم بدأ في عنا زاوية جديدة وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي زاوية رح تتكرر ثلاث مرات خلال فترة الشهرين الجايات يعني سبعة وثمانية يعني هذا الشهر وفي شهر سبعة وفي شهر ثمانية رح تتكرر هاي الزاوية في حلقة الزهرة رح نشرح كيف تتكرر طبعا هاي الآن الزاوية هاي المرة هاي تأثراتها من يوم ثلاثة ستة ليوم عشرين ستة ذروتها يوم 11 ستة للساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك وبتخلق لهم رغبة غريبة وبتسبب اضطراب في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا بتدفعنا للمبالغة في النفقات ولتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل مما يسبب اضطرابات صحية وبرضو بتدل هاي الزاوية على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في بلد ما بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وبرضو ممكن تعرف شوية الميزانية التجارية بعض العجزة في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات على المستوى الفني برضو بيتم تضيع الكثير من الأموال في الدعاية والمنتجات ومع ذلك ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهي تأثيراتها مستمرة ليوم سبعة ستة طبعا ذروتها يوم أربعة ستة الساعة سبعة وأربعة وثماني وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتصيبنا حالة من تشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنه شوي هيك بتخلينا عصبيي المزاج ومنرتكب الأخطاء وبنتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة بتخلقنا نوع من أنواع الأفكار الثورية المخالفة للرأي العام وبتجعلنا عصبيين وبنرتكب الأخطاء وبنتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم عشر ستة طبعا ذروتها يوم خمس ستة ساعة أربعة وأربعة دقائق عصرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني عصبيين تنتهي العلاقات الضعيفة برضو بتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية وبتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء وبتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي تأثيراتها مستمرة ليوم ثمانية ستة طبعا بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا تجعل يعني ممكن تجلب هيك بعض السعادة العاطفية لبعض الأشخاص وبرضو على المستوى الفني بتعطي إيجابية بشكل جيد وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي برضو مستمرة تأثيراتها ليوم خمستاش سبعة طبعا ذروتها يوم تسعتاش ستة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمان في سعادتنا المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لألنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي برضو تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 12 ستة بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد من ثقتنا بأنفسنا تمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا للفعالية والتأثير والقيادة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وبرضو هاي تأثيراتها مستمرة لأيوم 5 ستة طبعا بتخلق مصاعب وعرقيلة بتحتاج منا إننا نبدو الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها بتجعلنا أنانيين قاسيين وعاندين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز المشاريع والنعكاس وإنقلاب بوضعيتنا علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة لأيوم 13 ستة بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وبرضو بتدفعنا للعنف وبتجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء بتسبب لنا خلافات في حياتنا الحميمة يعني بتكون تديروا بالكو أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22 ستة طبعا هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية اللي بتتشكل مع القمر أو الكواكب اللي اليوم ذروتها أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون ذروتها الساعة 12 وتسعة دقائق من ظهر الجمعة ولكن تأثيراتها مستمرة يعني منقدر نحكي تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات عصر يوم السبت ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون الساعة 12 و 42 دقيقة من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الجمعة على السبت تأثيراتها يعني من الآن وتبدأ وبتستمر لغاية مغرب يوم السبت بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا لمنحنا كفاءات للعمل بالمجالات الفنية أو المسرح والروحانيات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي بعد الزاوية اللي ذكرناها قبل بدقائق الساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية مغرب يوم السبت بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطينا أجواء شوي لها علاقة بالحب والغراميات ولكن منلاحظ أنه في زوايا بتميلنا للعقل نعرف نميز ما بين العقل والعاطفة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة 5 و 3 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر ويستقر بعديها في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و 3 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في برج القوس عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ماء أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل بعد الانتقال أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها ساعة 5 و 16 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية صباح يوم الأحد بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبرضو بتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة 5 و 6 دقائق مساء من مساء اليوم السبت ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح وبتستمر حتى صباح يوم الأحد من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجع للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر وبتجعل عزيمتنا ضعيفة وبتكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والانتقاد والعنادة وميالين للإكتئاب أو للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها ساعة 6 و 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم السبت تأثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح وبتستمر حتى صباح يوم الأحد هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع برضو بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس ولكن هاي الزاوية اللي هي اكتمال القمر بدر بتكون الساعة 3 و 41 دقيقة صباحا من صباح الأحد ولكن تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بتجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا وعظم العانى والجينات وهدول التأثيرات مستمرة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هدولة اللي بصيروا أكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر العناية لزيادة شوي أو الإضافية لهاي الأعضاء وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي نراجع الطبيب بالنسبة لهذا اليوم يوصى عادي ما في أي مشكلة لها العمليات الجراحية الصغرى ولكن عمليات جراحية كبرى لا لأنه اكتمال قمر يعني سيولف الدم وضغط الدم والأمور هاي فما مننصح فيها إلا إذا كانت اضطرارية بالنسبة للحجامة هذا اليوم من الأيام المميزة للحجامة وخصوصا من بعد ساعات الصباح بعد ما ينتهي خلو المسار بالنسبة لعمليات التجميل طبعا عمليات التجميل الحقن أو البشرة أو الأمور هاي ما في أي مشكلة ولكن الجراحة ما مننصح فيها هذا اليوم يعني ما بدي أقول لك يصلح لإزالة الشعر الزائد ولا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه محير ما بين الأمرين فيصلح وبرضه ما بيصلح فعشان هيك مغامرة أو مجازة في اليوم بالنسبة لقصة الشعر التجميلة طبعا يصلح لقصة الشعر التجميلة والصبغ ولكنه لا يصلح للقصة العلاجي خلاص بلشنا في مرحلة الآن القمر بيصغر في هاي المراحل القصة العلاجي بيكون مش جيد بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج القاوس خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين خمس ستة بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن المكتمل عمر 15 يوم في تمام الساعة أربعة واثناشر دقيقة عصرا بصير عمر 16 يوم نسبة الإضاءة 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة عشرة في المية الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في العقرب وفي ساعات الصباح بده ينتقل للقوس ورح يظل في القوس لغاية يوم خمس ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الثورة حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 25% الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد الآن بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 سعيد بنسبة 10% المشتري في الثورة حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعا ما تنسوا تحطوا اللايك والديسلايك والكومنت والشير والكبسات الكبسات هاي اللي تحت كبسوا عليها بس الكبستين اللي إلها علاقة بالدعم والتشكرات والانتساب هذولا لا تكبسوا عليهم يعني كبسوا أي إشي ثاني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن بدأ بمراحل دخوله من البيت الثامن للبيت التاسع عشان هيك من الآن لغاية ساعة الصباح يعني شوي بدك تتحلى بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأقطاء اللي اهتمام رح يكون على مستوى الأموال المشتركة وأموال الغير فبدك تتقبل آراء الآخرين بدون ما تعصب وبدون ما تنفعل لغاية ساعات الصباح وتنتبه لصحتك أو صحة أحد أفراد العائلة أما من ساعات الصباح هو هنا بتتغير الأوضاع وبتنشطه في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء جيدة للنقاش والحوار مع الأحبة برضو عن مستوى الامتحانات والدراسة الفترة هاي ممتازة جدا وبتدعمك بشكل قوي عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع ممتازة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر رح يظل موجود مقابلك لغاية ساعات الصباح لأن القمر مازال موجود بالعقرب فبيظل في نوع من أنواع التوتر وفي ضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعاند أحد وما تعادي أحد الأجواء مش لصالحك وتجنب الخلافات كليا لأن حساسيتك وطاقتك ضعيف جدا وخصمك اليوم بيكون أقوى منك فعشان هيك أنت اللي رح تكون ملم حاول أنك تعزز العلاقة مع الشريك شريك العاطفة شريك العمل ومن ساعات الصباح القمر بيصير في البيت الثامن هنا التركيز رح يصير على الأمور المالية المشتركة بتعيد تنظيمها أو الاهتمام بنك ضريبة تأمين قرض تسوية حسابات أو مطالبة بحقوق وحاول أنك تنجز واجباتك بدقة حتى ولو كثرت وحاول تنفيذها دون تردد وما تلته بالأمور الثانوية يعني بمعنى آخر بدك تركز وخصوصا على الأمور المالية وما تدينه حد وبرضه ما تغامره على المستوى المادي في بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بالبيت والعائلة بالنسبة لموليد برج الجوزان طبعا القمر الآن بده يبدأ بمرحلة المقابلة لأنه هو بالبيت السادس بآخر درجاته فعشان هيك ممكن يكون فيه عندك كثافة بالعمل وتضطر للعمل وقت إضافي وبرضه ممكن تجد صعوبة في إنجاز بعض أعمالك لحالك لازم تطلب نوع من أنواع المساعدة وابعد عن أي مشاحنات ما بينك وبين زملائك بالعمل أما من ساعات الصباح فهون القمر رح يصير مقابلك تماما فبدك تنتبه لصحتك أول شيء من بعض التقلبات وفي ساعات الصباح وما بعد الفترة هاي بتصير ممتازلة على مستوى تعزيز شركاتكم والتواصل مع الأحبة مع شركاء العاطفي شركاءكم بالعمل ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما ضخموا الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح فبتظل الفترة هاي جيدة على مستوى تعزيز العلاقة مع الأحبة مع الأبناء الترفيه تغيير الجو وحاول أنك تضع مخاوفك جانبا وتكون عقلان شوي يعني ركز على العقل أكثر من العواطف بهاي ساعات لأنه في خلوم مسار ويبعد عن المشاكل قدر الإمكان ممكن يصير حدث معين العلاقة بالبيت أو العائلة أو ما بين الأحبة يلفت انتباهك أو هيك تحاول أنك تمارس هواية لإلك من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وتنتبهوا لعملكم أكثر لأنه بيبدأ اليوم العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم وحاولوا أنك تعززوا علاقاتكم مع زملائكم دون البدء بشيء جديد يعني بمعنى آخر حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة فقط لا غير برج الأسد بالنسبة لأبو أوليد برج الأسد لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك من الآن ولغاية ساعات الصباح ابتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية ممكن شوية تكون قلق وتتدمر لأقل شيء عندك حساسية عالية جدا حاول ترتب أمورك بشكل جيد وحاول أنك تنجز أعمالك المنزلية والعائلية على أكمل وجه ما تتهرب من المسؤولية ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو حدث عائلي أو عطل منزلي من ساعات الصباح طبعا الأجوار رح تتغير بشكل كبير وبتبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وبتعزز العلاقة مع الأحبة مع الأبناء بتمارس هوايتك جاذبيتك عالية جدا الأجواء بتكون مميزة فعشان هيك الأجواء بدك تستغلها من ساعة الصباح برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود في البيت الثالث فمازال النشاط موجود ممكن تقوم ببعض المفاوضات خلال هاي الساعات لغاية ساعات الصباح ولكن بدك تحذر من نقاش والحوار الحاد وحاول أنك تعرف ترتب أمورك بشكل جيد وعبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول ولكن عصبيتك وتسرعك ممكن تخرب عليك انتبه برضو أثناء قيادتك للسيارة أثناء نقاشاتك وإذا عندك امتحان لا تعتمد كثير على الحدود أما من ساعة الصباح فالتركيز بصير إلو علاقة بالبيت والعائلة بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي بتعلق بعطل يعني بصحة أحد أفراد العائلة أو مناسبة حتى أو ممكن يكون فيه خبر سعيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتتحسن معنوياتكم وبتقوى ثقتكم بالنفس أكثر فأكثر وممكن تختفي الهموم بشكل واضح تماما أهم شيء أنه الاهتمام رح يظل لغاية الصباح بالأمور المالية حاول أنك توظف أمورك المالية بشكل حكيم وممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة يعني بدك ترتب وضعك بشكل جيد لغاية ساعات الصباح حاول أنك ما تجازف وما تغامر وقلل من مصريفك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا تنشطوا بالسفر بالاتصالات حوارات نقاشات تعامل مع الإخوة مع الجيران الامتحانات أو الدورات التعليمية كلها هاي بتكون إيجابية وقوية جدا حتى تعزيز العلاقة مع الأحبة بكون قوي ولكن بتكونوا أكثر وحيا على الطرقات أثناء قيادة السيارة وأثناء حركتكم عشان ما تتعرضوا للإصابة وأثناء حواراتكم ما تعصبوا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم تستعيد حماستك وبتنطلق بتنفيذ فكرة خطة الأجواء جيدة بتنتعيش العواطف عندك واللقاءات بتكون ممتازة جدا وبتشعر بانفراج لبعض المسائل من الآن ولغاية ساعات الصباح الأجواء ممتازة ولكن لا تخلي الاكتئاب أنه يتسللك أو يسيطر عليك من ساعات الصباح التركيز رح يصير على الأمور المالية فبتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ولكن بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع فترة جيدة للتحصيل على بعض المكاسب أو لعمل إضافي أو هدية هباة دعم أشياء من هذا القبيل ولكن مصاريفكم اليوم بتزيد بالنسبة لما أوليد برج القاوس طبعاً بدكوا تبعدوا عن المغامرات والرهان على الحظ من الآن ولغاية ساعة الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيقدك تتحمل وتنتبه لصحتك وما تجازف بسلامتك ولا بسمعتك ولا بحضوظك ولا حتى بعواطفك جمد حالك لغاية ساعات الصباح أو اعمل بشكل روتيني من ساعات الصباح القمر بيكون وصل عندك بتمتلقوا بعدها نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات والتوجهات لشيء بيناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم الأجواء بتصير إيجابية وبتصير ملفتين للانتباه حتى لا أحباكم ولا الجنس الآخر بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم القمر بلش يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بظل الأجواء جيدة للمناسبات الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأصدقاء وممكن أصدقائكم يساعدوكم بإتمام بعض الأعمال أو تساعدوا من لقاء بعض الأصدقاء أو مناسبات ولكن من ساعات الصباح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لنفسيتكم ولا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ حاول تعمل بشكل روتيني بس يومين وبعدين القمر بوصل عندك بتعود كل شيء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بدك تحافظ على هدوءك وحاول إنك يعني تمسك أعصابك لأبعد الحدود ما تعمل مشاكل خلال هذا اليوم هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهمش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على كل شيء بشكل جيد حاول إنك ما تهدد سمعتك بأي شيء لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير في بيت حليف لإلك فهو هنا بتنشطه بين الأصدقاء ممكن تشاركه بحفلة أو مناسبة سعيدة أو تسعده من تعارف بعض الأصدقاء أو لقاءهم أو حتى يساعدوك وتطلب المعونة من أحد المعارف برج الحود بالنسبة لمواريد برج الحود طبعا الطاقة ما زالت موجودة بالاتصالات والحوارات والنقاشات والتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وممكن يجيك خبر سار لغاية ساعات الصباح الأجواء ما زالت ممتازة جدا واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة لا يعتمد كثير على الحضوض بده يعتمد على جهده الشخصي لأنه في خلوم ما سار يعني بظل في نشاط وفي حيوية وفي رغبات وفي قوة حضوض جيدة ولكن في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة بيتك العاشر فهنا بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتصير هاي الفترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين ولكن بتكوا تتجنب الخلافات تسعوا لتلطيف الأجواء ما تجازفوا ما تغامروا وما تشوهوا سمعتكم أعتقد أنه يعني حلقة أكثر من نص ساعة بدها لايك وديسلايك وكومنت وتسبوا عليه وتعملوا لكم أي إشي على البتاع على الكبسات اللي تحت آه الله يهديكم الله يهديكم صلوا على رسول الله اللهم صلوا على محمد والمحمد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء